وفي وقت سابق رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو شروط حركة حماس لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن التي تضمنت لانسحاب الإسرائيلي الكامل وترك الحركة على رأس السلطة في غزة قال نتنياهو إن إسرائيل ستواصل حربها على كافة الجبهات دون إعطاء أي حصانة لأي إرهابي سوى في غزة أو لبنان أو سوريا وفق تعبيره كوش من مشاهدة إسرائيل؟ سنواصل الحرب على كافة الجبهات وفي كافة القطاعات نحن لا نعطي حصانة لأي إرهابي لا في غزة ولا في لبنان ولا في سوريا ولا في أي مكان آخر من يحاول أن يؤذينا فإننا سنؤذيه